اشتركوا في القناة وفي هذا السياق اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ان استضافة هذا الاجتماع تأتي تأكيدا للدور الفاعل الذي لطالما قامت به مملكة البحرين وتحرص على استمراره وتعزيزه بالعمل المشترك والتعاون مع الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحلفاء والشركاء الدوليين لتأمين ممرات التجارة والطاقة وحرية الملاحة الدولية وتعزيز الامن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم واشدد معالي وزير الخارجي على ان المرحلة الراهنة وما بها من تحديات وتهديدات لامن المنطقة تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الاقليمية والدولية والطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الامن والسلم الدوليين اشتركوا في القناة